لم يخفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اشادته باهمية خطوة تسلمه لموافقة جميع الفصائل على اجراء الانتخابات العامة كما انه لم يخفي معضلة الموقف الاسرائيلي من تمكين اجرائها في مدينة القدس مؤكدا سعيه عبر اتصالات دولية للضغط على الاحتلال لحل هذه القضية قضية ترى الفصائل بان حلها يعزز من ضرورة ما اكدته سابقا حول عقد لقاء وطني مقرر لمعالجة التحديات هناك اهمية ايضا للقاء وطني فلسطيني قيادي مقرر حتى نواجه كافة التحديات ونجعل معركة القدس معركتنا جميعا ونذلل كل عقبات امام عملية انتخابية دموقراطية حرة نزيهة وفيما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسميا من اسرائيل للسماح لسكان مدينة القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وكما جرى في الانتخابات السابقة عام 96 و 2006 تؤكد أوصات فصائلية بان لهذا الامر اهمية بالغة انطلاقا من بعدين نحن نعتقد ان مكانة القدس في الانتخابات مهمة جدا لبعدين بعد سياسي له علاقة برفض صفقة القرن ورفض ما ذهب له الرئيس الامريكي ترامب باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال والبعد الاخر يعكس وحدة اراضي الدولة الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني رفض الاحتلال لاجراء الانتخابات في مدينة القدس لعزلها عن محيطها الفلسطيني قد يكون احدى السيناديوهات الواردة وهذا يعد خطيرا بالمعنى السياسي بحسب رؤية الفصائل لذا حذرت من اي تهاون في هذا الامر اي تهاون في هذا الامر سيعتبر مكسب اضافي للدولة العدو وسيعزز من مطامعها في ضم المزيد من الاراضي كالاغوار وغيرها ثم حسم موضوع الاستيطان هي اذا معركة سياسية في وجه الاحتلال قبل ان تكون استحقاقا ديمقراطيا فلسطينيا في اي معركة سياسية او ميدانية غالبا ما ترجح كفة الغلبة لمن استعد والتحد وهنا كلمة السر في صراع الفلسطينيين مع الاحتلال حازم البناء الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر